اهلا بكم مشاهدين الى فقرة ضيف التحرير نخصصها للتفاعل حول خلاصات قمة نايروبي حول الأسمدة وصحة التربة والأهمية الاستراتيجية للمغرب في الأمن الغذائي لإفريقيا يحل علينا ضيفا الأستاذ المصطفى العيسات الخبير في التنمية المستدامة والمناخ مرحبا بكم ومرحبا بدوي في قناة ميديان تيفي أهلا بك شكرا على تلبية الدعوة البداية ستكون قما أسلفت بقراءة في مضامين الإعلان المعتمد في ختام أشغال قمة نايروبي وما دعت إليه هذه القمة اتصالا بالأسمدة وصحة التربة والحديد طبعا يجرون إلى الأمن الغذائي للقارعة السمراء نعم تعتبر هذا التعاون الاستراتيجي لدعت لي القمة للأبوجة واللي كان فيه حاضرة المملكة المغربية بقوة هو من الأهداف لتأمين الأمن الغذائي للقارعة كانت تكلموا على القارعة الإفريقية اليوم تعاني من تقلبات مناخية جدا متطرفة تعاني من موجات الجفاف التي أعطيت واحد تدهور للمساحات زراعية واسعة كانت تكلموا على توسع مساحة التصحر كانت تكلموا على ملوحات الأرض الزراعية كانت تكلموا علىها شاشة بعض المناطق الزراعية تعتبر القارعة الإفريقية عندها مساحات تبلغ 25% من المساحات الزراعية العالمية واليوم تقلص الإنتاج الفلاحي الإفريقي إلى 10% من الإنتاج العالمي وبالتالي هذه القمة جاءت لتجيب عن هذه الأسئلة الحارقة اليوم المرتبطة بمجموعة من العوامل كما جاء في آخر تقرير لمعهد دراسي للتقلبات المناخية أن القارعة الإفريقية ستعرف ارتفاع درجات الحارقة الأرض في السنوات المقبلة إلى 3 درجات وبالتالي كانت تكلموا على شح المياه كانت تكلموا على تأثر الأرض الزراعية وبالتالي الموضوع الآن اليوم هو كيف نعيد استصلاح هذه الأرض الزراعية كيف نجود من هذه الأرض الزراعية عن طريق الأسمدة عن طريق التكنولوجيات والمرتبطة الصديقة للبيئة لكي يخلق تنمية حقيقية داخل هذه القطاع الزراعي ربما سنفصل في أهم هذه الخلاصات ومخرجات قمة العاصمة الكينية نايروبي أول شيء هو الدعوة أو الحاجة إبراز الحاجة إلى تعزيز استخدام الأسمدة في إفريقيا مع التشديد على وجوب اتباع مقاربة تعزز صحة التربة والمرونة البيئية لأن استخدام الأسمدة هو مهم جدا لكن فيه الكثير من المحادير وينبغي أن نراعي صحة هذه التربة ولا نهدد طبعا هذه التربة كيف تتفاعلون مع هذه التوصية الأولى؟ نعم حينما نتكلم اليوم على ترشيد استعمال الأسمدة لأننا نتكلم عن توازن بإيكولوجيا تحتاج التربة وتحتاج كذلك إلى معاينة طبيعة التربة يعني كل منطقة عندها خصوصية للأنواع للتربة لها لهذا تم إنشاء مرصد للمعلومات والمعطيات وتحليل التربة وهذه أول جريبة غدى في القرى الإفريقية والمغرب كان سباق لطرح هذا المرصد الإفريقي لتبادل المعطيات عن طريق مجموعة من المعاهد للبحث العلمي وكان للمعاهد الزراعي للبيطرة والمركز للدراسات في مكناس والمختبر الوطني في المؤتمر الفلاحي الأخير في المكناس تم توقيع اتفاقية في هذا الإطار وبحضور مجموعة من الدول الإفريقية التي كانت حضرة لهذا اللقاء ومجموعة من الدول العالمية المغرب يتوجه بخطى واضحة المعالم من أجل تعزيز الزراعات أو الأراضي الزراعية واستصلاحها وفق فهم مستدام لدى المكتب الشريف الفوسفات اليوم دار ما يسمى بالأسمدة الصديقة للبيئة وشراكات سطرها صاحب الجلالة في جوالاته الإفريقية مع دول شقيقة كنيجيريا كأتيوبيا كالسينيغال القابون وغيرها من الدول وبدأت الأوراش في هذا المجال هذا بخلق مجموعة من المؤسسات والمعامل للإنتاج الأسمدة التي ستكون هي الأساس للتوزيع على مستوى القارة الإفريقية وبالتالي ستكون مدخل لاستصلاح التربة في مجموعة الدول الإفريقية على ذكر استصلاح التربة واستعادة صحة هذه التربة وطيقة أو إعلان قمة نايروبي شدد على ضرورة الالتزام بمحاولة الحد من تدهور الأراضي واستعادة صحة تربة ما لا يقل عن 30% من الأراضي المتدهورة بحلول سنة 2034 هل بالإمكان تحقيق هذا الهدف وهذا الغهان بحلول هذه السنة تقريبا في حدود بعد عشر سنوات نتمكن من استعادة 30% من المساحات أو من الأراضي الزراعية التي ساءت صحة تربتها نعم هذا تحدي على الدول الإفريقية كاملة بش يمكن تحط واحد السقف اللي يمكن ليه يرفع من المرضودية للأرض الزراعية والفلاحية لأن هذا التحدي مرهون بالعمليات اللي كتقوم بها هذه الدول في إطار الشراكات الإقليمية من أجل استصلاح هذه الأرض الزراعية إذن لما اليوم المكتب الشريف الفصفات عبر فروعي في إفريقيا خصصها 20% من إنتاجات الأسمدة الصديقة للبيئة للدول الإفريقية وهي سابقة في هذه التجربة من أجل الوصول إلى هذه المعدلات اللي مرتبطة باستصلاح 30% من هذه الأرض الزراعية والوصول إلى 45 مليون فلاح متوسط وصغير غير يستفدوا من هذه العملية هذه إذن نعرف أن 30% من الأرض الزراعية تساهم في 60% من الإنتاج الناتج دي الواحدة مجموعة دي الدول الإفريقية تناقص هذا العدد دي الناتج الإجمالي والصادرات الإفريقية أنا كان أعتبر أنها صادرات 30% من الصادرات دي المنتاج الغدائية التناقص مرتبط بالقصاوة المناخية وكذلك بتدهور وهشاشة التربة إذن إذا وصلنا إلى إعادة التربة إلى خصوبتها سيرتفع الإنتاج بـ 58% وهي طورة زراعية حقيقية ويمكن أن تحقق اكتفاء ذاته للدول الإفريقية وكذلك تساعد على التصدير ورفع المنتوج الإفريقي على المستوى الإقليمي والعالمي طيب ماذا عن الرهان المتصل بتحسين إنتاج الأسمدة في إفريقيا والتوريد والتوزيع هناك آلية إفريقية لتمويل الأسمدة نحن بحاجة إلى تشغيلها بشكل كامل والاستفادة منها وأيضا هذا المعطى تحسين إنتاج الأسمدة والتوريد والتوزيع سيسعفنا في رفع التحديات المرتبطة بصحة التربة نعم دعت القيمة اليوم إلى انخيرات جميع الفاعلين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص كانت تكلموا اليوم على قطاعات واعدة على المستوى إنتاج الأسمدة ويعتبر المكتب الشهير الفوسفات الأول على المستوى الإفريقي في تصدير الأسمدة المرتبطة بالاستصلاح للأرض الزراعية إذن هذه العوامل يمكنها أن تشكيل تلك الأرضية لتسريع تطوير القطاع الزراعي ناهيك عن المجال البحث العلمي وتبادل التجارب اليوم المغرب على لسان سيد بوريطة وزير الخارجية يجعل التجربة المغربية رهنا إشارة الدول الإفريقية من أجل تبادل أحسن الممارسات وأحسن التجارب لأن المغرب راكمة عن طريق المخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر مجموعة من التجارب منجحنا في واحد مجموعة المشاريع منشنا في واحد مجموعة المشاريع المرتبطة بالتقلبات المناخية اليوم كان نطور التكنولوجيا الرقمية وكان نطور كذلك الدكاء الصناعي في استعمال الأسمدة الفلاحية لأن كل هذه العوامل والخبرات والتجارب والتراكمات يمكن أن تشكل رافعة تنموية حقيقية للدول الإفريقية وبالتالي هذا هو مفهوم صناعة التروى الداخلية وهذا هو مفهوم التكامل جنوب جنوب الذي دعا له صاحب الجلالة سنعود للرؤية الملكية في هذا المجال آخر نقطة نريد أن نركز عليها في إعلان نيروبيت حدثتها لتعزيز الشراكات بين القطاعين هم العام والخاص من أجل زيادة الاستثمارات في سلسلة قيمة الأسمدة هناك أيضا الحديث عن إنشاء شبكات إقليمية للبحث والتطوير لتعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيات أهمية التنصيق وخلق شراكات في البحث العلمي اتصالا بهذا المجال إلى أي حد هذا ورش مهم ومهم جدا في استشراف المستقبل نعم المدخل الأساسي لحل الإشكالات المرتبطة بهذا القطاع الزراعي اللي اليوم يرتبط بتقلبات مناخية حادة تتطلب إعادة الرؤية فيما يخص طبيعة المنتوجات التي يمكن أن نقبلها عليها في المستقبل طبيعة التعاطي مع خصوبة التربة والجودة ديالها طبيعة الأسمدة التي يمكن أن تكون متأقلمة مع هذه التغيرات المناخية المخرج الأساسي هو البحث العلمي والمعرفة وهذه المنطلقات الأساسية لا يمكن أن ننشغل عليها فرادة لا بد أن تكون تلك التكتلات والشبكات الإقليمية اللي بدأت تتأسس اليوم ما كانت تكلموا على دول الساحل ما كانت تكلموا على واحد المجموعة المؤسسات الإفريقية الجهوية التي انخرطت لسنوات في هذا العمل البحث العلمي هو أساس لرفع التحديات المستقبلية وجعله رهن جميع القطاعات الفاعلة سواء القطاع الخاص سواء الفلاح سواء القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة إلى غير ذلك وتكون عندنا رؤية استشرافية مستقبلية وحلول للتدخل عند كل المحر لمواجهة كل رضعيات لمواجهة التحديات الأساسية والوصول إلى الرفع من المرضودية الإنتاجية هذا هو الأساس إلى اليوم الرفع من المرضودية الإنتاجية عن طريق تخصيب التربة عن طريق تأقلوم مع المناخ وتوفير المياه الصالحة للزراعة عن طريق مختلف التكنولوجيات اليوم لأننا كان عرفوا أن الارتفاع درجة حرار داخل الإفريقية تتسبب في تبخر الملايين لأمطار المكعبة وبالتالي اليوم لم يبقى لدينا خيارات نمشي وزراعات مستنزفة للمياه إذن كيف نحافظ على هذه التوازنات الغدائية والأمن الغدائي لهذه الدول ونقلص من التبعية إذن أن الدول الإفريقية أصبحت تستورد مواد أساسية كالقامح وهذا وعوضتها بمواد أخرى إذن كيف يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغدائي على مستوى القارضة وحتى الاكتفاء الإقليمي إذن لما نتكلم عن مناطق أكثر إمطاراً في بعض الدول الإفريقية اللي يمكن يكون فيها أنواع الخضر وأنواع الفواكه يعني بشكل تكاملي وتضامني وبالتالي سيمكن أن نعزز هذا الأمن الغدائي الإفريقي الشامل وليس أمن قطري مرتبط بدولة معينة وإنما أمن تقليمي طبعاً هو المغرب يملك تصور يملك رؤية والحديث على الأمن الغدائي والسيادة الغدائية انطلق من خلال عدد من الخطب والرسائل الملكية قبل سنوات قبل ذلك نعرج على الخضور دي المغرب في قمة النايروبي وتكلمتي على المكتب الشريف للفصفات بما أن الأمر يتعلق أو للتيمة هي الأسمدة وصحة التربة الحضور كان وازن ومهم جداً وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمهارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا متلى جلالة الملك محمد السادس في هذه القمة كيف تابعتم حضور المهريب والزخم والقيمة المضافة لحضور المملكة من خلال طبيعة الوفد ومن خلال إسهامها في النقاش وصولاً إلى إنضاج إعلان نايروبي نعم نتكلم على حضور وازن ديبلوماسياً على المستوى هذه القمة بحضور السيد وزير الخارجية ناصر بوريطا مع وفد رفيع المستوى لأن هذه الإدارة الملكية للمشروع هي نتاج سنوات من العمل والاشتغال نستحضر آخر خطاب لجلالة الملك في قمة أبوجة إن إيماننا الراسخ أن لدولنا أفراداً وتجمعات جهوية من المؤهلات الطبيعية والبشرية ما يمكنها من بلوغ مرتبة تكتل المنتج للمعرفة والرفاه بما يعود بالنفع العميم عليها وعلى محيطها والعالم برمته انتهى منطوق الخطاب الملكي السامي وبالتالي وزير الخارجية يمثل إرادة ملكية حقيقية داخل هذه القمة بشراكات التي انطلقت لسنوات يرعاها المكتب الشريف الفوسفات ومع منظمة دولية كآخر قمة لمنظمة الفاو للزراعة كانت في المغرب هنا وأشرت على مجموعة من المشاريع التي يقوم بها المغرب داخل الدول الإفريقية عن طريق المكتب الشريف الفوسفات وعن طريق وزارة الفلاحة والتجارب المغرب في هذا القطاع هذا إذا اليوم هذه الشراكات الحقيقية هي استراتيجية ملكية حكيمة ترم إلى ترسيخ ثقافة التعاون جنوب جنوب وبالتالي تحقيق ذلك التكامل التنموي المستدام للقارة الإفريقية فمشاريع المغرب ليست مشاريع لحظية ولكن مشاريع مبنية على تخطيط مبنية على استراتيجية مبنية على استدامة هذه المشاريع على المستوى القريب والمتوسط والبعيد وما هو تقييمكم لتفاعل الأفارقة لتفاعل أكتر الإفريقية مع هذا الدعوة بداية ومع هذا التصور وهذا الرؤية اللي فيها أركان وفيها ترتيب أولويات وفيها مداخل أساسية كما تم الحديث والترافع حولها لا في نايروبي ولا في مناسبات أخرى وبشكل المتواصل ومنذ مدة ليست بالوجيزة نعم نتذكر واحد مجموعة من اللقاءات التي قامت بها المملكة والاتفاقيات الكبرى اللي الدارت على مستوى دول كأيتيوبيا في المصنع اللي الدار دي الأسميدة كذلك العمل اللي يدل على مستوى الأنبوب الغاز اللي غيكون ما بين نيجيريا ومعمل صناعة الأسميدة وكليوم المغرب أصبح شريكا موتوق به على المستوى الإفريقي الزيار الأخير للوزير الكيني كذلك يمشي في هذا الإطار هذا لأنك نعرف أن كينيا عندها مساحات زراعية واسعة وأصبحت تعاني كذلك من تدهور القطاع الزراعي ومن غلاء الأسميدة اليوم المكتب الشريكي الفصفات دارت أتمنى تفضيلية لبعض الدول الإفريقية وهنا نتكلم عن دبلوماسية الفصفات في التعامل مع القارة الإفريقية وفي تحقيق ذلك التعامل الحقيقي والتضامن الذي ينشده صاحب الجلالة من أجل بناء قارة إفريقية متكاملة متوازنة متضامنة وتنشد ومستغنية عن نعم لأن أمنها الغدائي يشكل أمن السلمي اليوم الهجرات دي الألاف الشباب للاشتغال في الحقول الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا هذه القارة أولى بسواعد شبابها لأن القطاع الفلاحي يشغل ملايين السكان الناشطين في هذا المجال يكفي أن مؤشر لدارة البنك الدولي أن التقلبات المناخية خلال العشر سنوات المقبلة ستتسبب إذ لم نتعاطى بشكل جديد مع هذه التحديات في فقدان 100 مليون منصب شغل إذن هذه 100 مليون منصب شغل المستوى القارة الإفريقية هذه ناس هذه المستوى مع الدلات التي اعتبت الفقر إذن هذه المشاريع هي التي تجيب عن هذه الإشكالات وعن هذه التحديات على أرض الواقع وليس الشعارات الأرنانة التي تنشدها بعض دول الجوار وتتفادى هذا التكامل الإقليمي لا ترا فيه مصلحتها الذي يمكن أن يعزز السلم الاجتماعي والاقتصادي وكرمة العيش للمواطنين هذه هي الرهنة الحقيقية التي يجب أن نشتغل عليها في التحديات القادمة من السنين إذن هي التي يمكن أن تخفض التوترات والنزاعات الإقليمية وبالتالي تصنع تلك التقافة التنموية الاقتصادية والتكامل والتعايش بين دول الجنوب جنوب كانت كلمة طبعاً على رؤية إقليمية وتوجه قارد المملكة المهربية على هذا الصعيد وهو يتقاطع مع الرؤية الوطنية كذلك في المهرب عندنا تراكمات مخطط المهرب الأخضر وعندنا بناء عليه من خلال استراتيجية الجيل الأخضر في المجال الفلاحي وعندنا أيضاً تدابير وإجراءات طموحة من أجل تحسين الإنتاجية الفلاحية أبعد من قضية الأسمدة وصحة التربة فيما يعتبر المهرب نفسه مرجعياً ومفيداً وفعلاً يتواصل مع أقطار القارة الإفريقية ويكون هناك تبادل للتجارب والخبرات قبل أيام قليلة وأسابيع معدودة نعقد المعارض الدولي للفلاحة بمشاركة يعني عدد من الأكتار الإفريقية وحضور وازن تراكمات التي حققها المهرب في المجال الزراعي والتحديات المرتبطة بهذا المجال الوطنياً كيف تستفيد منها القارة الإفريقية؟ نعم هذه أرضية ومنطلق جدي لتسويقها على المستوى الإفريقي نتكلم اليوم على مجموعة من الأوراش التي نجحت فيها المملكة المغربية خلال هذا العقد من السنوات نتكلم عن تطوير القطاع الفلاحي في جميع المجالات المغرب اليوم ولا من الدول المصدرة إقليمياً لمجموعة من المنتوجات الغدائية والخضر ودخل السوق الإفريقية بقوة اليوم المغرب يمشى افتجاه تحقيق الأمن المائي بالمشاريع للسدود الجديدة بتحديث مياه البحر بالطرق الصيارة المائية وكذلك التكنولوجيات الصديقة للبيئة كتقنية الرقمية إلى غير ذلك تنويع مصادر الأسمدة الكيموية والأسمدة العضوية المتعلقة بتجويد المجال الزراعي والقطاع الفلاحي كل هذه الأوراش يمكنها أن تكون أرضية لتقاطع التجارب وتبادل هذه نتكلم عن التجارب الناجحة بين المغرب ومجموعة من الدول المغرب اليوم خطأ أشواط مع سينيغال مع الكوديفور مع نيجيريا مع إيتيوبيا مع مجموعة من الدول لكين مشاريع مشتركة في هذا المجال لتبادل الخبرات العلمية كذلك تبادل التجارب كذلك في المجال العلمي والمجال الزراعي وكذلك مجال تطوير الإنتاج في هذه الدول كذلك المغرب يدخل في شراكات مع دولة موليطانية كذلك في هذا التوجه كل هذه التجارب والمشاريع تشكل واحد الأرضية لتبادل هذه المشاريع وجعلها رهنة إشارة الأشقاء الأفارقة من أجل خلق هذه المفهوم التنمية المستدامة لقطاع زراعي قطاع مشغيل قطاع واعد مستقبل قطاع يمكن أن يشكل تورة تنموية لهذه القارة نعود لرؤية الملكية في هذا المجال والتي يتم تنزيلها من خلال ثلاث جهات فاعلة عندنا مجموعة المكتب الشريف للفصفات يمكن نعتبره دراع تنفيذي لهذه الرؤية وبالنظر إلى أنه مرجع ورائد قاريا في سوق الأسميدة هناك أيضا وزارة الفلاحة لأنه القطاع الواصي والمسؤول على السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية في مجال الزراع وهناك وزارة الشؤون الخارجية بمعنى أنه عندنا يعني متلات عنده ثلاثة ديال الأضلاع من أجل تنزيل الرؤية الملكية في تعاون جنوب جنوب في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي أي تقييم لما تم إنجازه منذ انطلاق منذ الإرهاصات الأولى وبداية تعبير جلالة الملك محمد السادس عن هذه الهواجس وعن هذه الانشغالات مرورا برسم خارطة الطريق وبانطلاق تنفيذ من خلال ربما عدد من المحطات المهمة نعم هذه الاستراتيجية الملكية الحكيمة التي يقودها جلالة الملك عن طريق ثلاثة مؤسسات أساسية كنت تكلم على المكتب الشريف الفصفات هو من مجموعة المكتب الشريف الفصفات لأنها لا تشتغل فقط على المستوى صناعات الأسمدة ولكن تشتغل في قطاعات حيوية كتطوير القطاعات الزراعية وكتطوير تخصيب التربة إلى غير ذلك إذن تكامل هذه المؤسسة واشتغالها على مستوى فوري عبر العالم لأنها تشكيل أول مصدر للفصفات على مستوى العالم والمغرب كي يحتوي على أكبر مخزون لهذه المادة الحيوية على مستوى العالم إذن استراتيجينا على مستوى السنوات القادمة سلة العالمية مرتبطة بالمغرب لهذا لما كانت تكلموا على ارتباط هذه المؤسسة بوزارة الخارجية والمؤسسة الملكية فهي لبعد النظر في الاستراتيجية تتغيير الحكومات ولكن المؤسسة ترعى مشاريع مستدامة إذن المشاريع اللي 15 عام هذي يشتغل على المغرب في مجموعة من الدول تأسيس محطات أساسية لإنتاج الأسمدة في عشرات الدول هو إطار يؤسس لهذا البعد الاستراتيجي لتطوير القطاع الزراعي الفلاحي وتمكن هذه الدول الشريكة في إطار اتفاقيات مصالح مشتركة لا نتكلم عن المغرب يدخل يفيد ولا يستفيد حينما نتكلم عن اتفاق عن رابح رابح يعني هذا التحول رابح رابح إذن حينما نستفيد نفيد هذه الدول على مستوى خطاع الفصوص سنستفيد من خطاع الغاز والطاقة والطاقة كالي تدخل في إطار تخفيض التكلفة ومجارات سيادة التي ينبغي أن تحرق نتكلم عن الغاز لبعض الدول المغرب الضغط الدبلوماسي بهذا القطاع من أجل تأثير على الاقتصاد نعم اليوم المغرب يتحرر من هذا المجال عن طريق لأنبوب الغاز الاستراتيجي اللي سيكون ما بين نيجيريا وكيدوز على واحد العشرين دولة عبر هذه القارة وكلها ستستفيد من هذا المجال هذا إذن الطاقة الغداء هي مستقبل الاقتصاد والتنمية الإفريقية وبالتالي المغرب يراهن ويمسك هذا الملف بيد على سلطة في البلاد وكذلك حضور وزير الخارجية لأنه يمارس الدبلوماسية الاقتصادية والديبلوماسية المستدامة والحقيقية التي تشكل الثقة لدى الدول الإفريقية أدركنا الوقت شكرا جزيلا لك الأستاذ المصطفى العساة الخبير في التنمية المستدامة والمناخ كنت ضيفنا في ضيف التحرير شكرا لكم مشاهدين أنتم أيضا على طيب المتابعة للمزيد من الأخبار ميجيان نيوز وانكم إلى اللقاء